بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عزائي المتابعين كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكونس نمبر تو رح تهدر على مي ان ماي فاملي يعني أنا والعائلة نتاعي رحين نكتبوا في نهاية السيكونس وضعية إدماجية نتحدث فيها عن الأسرة وش ما عندها الأسرة يعني ماي بارنس والدية برادرز الإخوة نتاعي الضقور مع انتهاء الأخوات نتاعي الإناث فوق هذا الأسرة الصغيرة رحين نهدوا على الحيوانات اللي ربيوهم في البيت اللي هما البيت نقولوا ماي بيت كيكونوا بزيف وواحد نقولوا ماي بيت مثلا القت اللي ربيه في الدار نقولوا ماي بيت كات الكلب اللي ربيوها في الدار نقولوا ماي بيت دوغ هذو كان رحين نشوفوهم بالتفصيل من خلال الدروس اللي راهم جايين إذن انتوما مطالبين بالوالدين الإخوة والأخوات اللي حب يحفظ الجد والجدة والعمة وليد خوية وليد خالتي هذا كامل اجتهاد شخصي وربما بعض الأساتذة رايحين يديروه إذن مليحة لكم تتعلموهم كإضافة نروح الآن أهم دروس تعقامير وكون جديزة اللي وصلونا إلى كتابة وضعية إدماجية في الشباب إذن وشنهما أهم هذا الدروس أهم درس راح يكون The Present Simple Tense إحنا شفناه مع I have يعني the verb to have و I am يعني the verb to be الآن راح نزيدو شوية لverb اللي هو the verb to live اللي هي نسكن ولا نعيش في مدينة كذا ولا نسكن مع الفامية تعنا الأسرة To love معندها نحب راح نستعمله في والدية راح نستعمله في خاوتين نستعمله في الحيوان لين ربيه To like كذلك نحب هنا راح نبدأو بالAffirmative Form يعني الجملة المؤكدة لأفخاز Declogative Affirmative كي نتعلمو مليح بالAffirmative تعال present عندنا ديجا توهاف نعرفوه مع توبي نروح ونشوفو The Negative Form اللي هي صغة النفي ونشوفو صغة كيفاش نستعملهم في سؤال يعني The Interrogative Form في الInterrogative Form راح نتعلمو زوج أنواع تعال الأسئلة ديجا عرفتوهم في سيكونس نمبر وان معناتها What is your name ولأ Are you Algerian راح نشوفو Yes or No Questions يعني الأسئلة للإجابة التحارح تكون بنعم أو لا Yes or No Questions كان النوع الثاني تعال الأسئلة اللي هو السؤال اللي يطلب منك معلومة مش يتقل لي نعم أو لا كما هذو لا ولكن راح تمدلي معلومة واسمهم W-H Questions علش واسمهم W-H لأنه أنجني غال كامل يبدأوا بال-W-H مثلا شكون اللي هي هو ماذا اللي هي what شوفوا هاي W-H W-H أين اللي هي W-H نقول where where تعرفوا ثاني when اللي هي متى راح نشوفو The Use of the Simple Present Pattern مش معنتها معنتها راح نشوفو استعمال الزمن المضارع المضارع البسيط اللي هو The Present Simple صحة قولنا دي جابا راح نشوفو ال-Affirmative وال-Interrogative and Negative راح نشوفو الدرس ثاني تع اسماء اسماء الإشارة يعني اسم الإشارة تع القريب اللي هو هذا وهذه اللي هو This وهذاك ولا هذيك اللي هو That هذو نستعملو هم كي نوري خاوتي ولا ما تنسوش باللي رعنا غرف العائلة أوكي اللي هو المهن يعني نقولو This is my brother مثلا الخوي الكبير نقولو هذا أخي إنه مثلا طبيب إذن This is This هذا أخي This is my brother He is a doctor for example Cardinal Numbers معنتها الأرقام العادية تعالحساب العددية من 14 إلى 100 ورح نشوفو Ordinal Numbers Ordinal Numbers معنتها الأعداد الترتيبية الأرقام الترتيبية مثلا كي نحسب نقول واحد زوش ثلاثة كي نرتب نقول الأول الثاني الثالث هنشوفو نفس الشيء في اللغة الإنجليزية هنشوفو النايم ضكا كيفش نقول اسمه هو هو نقول his name اسمها هي نقول her name وهنا it نستعملها في غير العاقل يعني كي ميكونش إنسان مثلا توجه نقعد في سيكونستور حين نهضر على الحيوان سوف نقول its name etc personal pronouns شفنا I شفنا you في سيكونس 1 الآن نحن نهضر على الغائب اللي هو he هو il في الفرانسي she اللي هو el في الفرانسي يعني هي في اللغة العربية ونتعرف على it اللي هو هو ولا هي ولكن مشي إنسان توجه نقعد في سيكونستور اللي هو الحيوان إذن كي نهضر على حيوان ولا شيء ما قريب احنا نعرف اللي مؤنث ولا مذكر بسح ما حاش نقول هي ولا شيء رح نقول it اوكي هذو هما أهم الدروس اللي رحين نشوفوهم في سيكونستور number 2 يقعد اللي الدرس تع النوت قرحين نشوفو زوج أصوات اللي هما اجداد عليكم هذا صوت الث ث يتكتب th ولكن يتقر ث وهذا توجه يتكتب th ولكن يقر th th اوكي رحين نشوفوهم في father brother this وهنا في الأرقاب مثلا three etc Thursday في الأيام هذو هما أهم الدروس اللي رحين نشوفوهم بلا ما نقول لكم بالليل وضعية الإدماجية رح تكون على واش على العائلة نتاعي يعني نذكرهم واحد واحد نذكر السن نتحم الاسم نتحم والجوب نتحم يعني المهنة كل واحد من ضقة يبدأ يحوص المهنة على الأم نتاعه كيفاش نقولها باللغة الإنجليزية والمهنة على الأب نتاعه وتعليق شباب يزيد لي في التقدم تهر الله وفير حكم وفي والديكم سلام